السؤال اللي بعد كده سؤال جيه بيقول أنا مدخن ومش عارف أبطل ولما أجي أبطل ضغط الشغل والدنيا بيخليني مش عارف بس أنا نفسي أبطل السؤال ده مهم وإحنا لابد إن احنا إن شاء الله في حلقات ما بعد رمضان نعمل حلقة عن إدمان التدخين لأن التدخين إدمان وفي ناس كتيرة جدا 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 لما تيجي تقول لهم إن التدخين إدمان يهيجوا ويميجوا وما يبقوا رفضين ده ويتدايقوا جدا 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 ويقوموك وممكن على فكرة بعض الناس يحطوا عقبات لبعض الناس ويدايقوهم ويئزوهم ويدروهم لأنهم حسين إن إيه إن هم بينالوا منهم لما يقول لهم إن التدخين حرموا إن هو إن التدخين فيه إدمان آه التدخين فيه إدمان وبالمناسبة إدمان التدخين أشد من إدمان الأنواع الأخرى من المخدرات ليه؟ لأن هنا التدخين مرتبط بجملة من الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان مرتبط بأنه هو بينفس عن الإنسان مرتبط أن التدخين ده بيخلي الإنسان أكثر ظهورا بأنه هو بيفكر وشو أي حاجة كده أوهام وأسطير عن التدخين وكل الكلام ده كذب وليس حقيقة أنا نصحت بإيه؟ نصحت أن أنت لازم تمر بنفس الخطوات اللي بيمر بيها صاحب الإدمان في مسألة أن أنت تتدرك ومسألة أن أنت بعد ذلك أن أنت انسحب منك التدخين وأنا عايز أقب أشارك بحاجة أن أنت ممكن ما تمرش بكل ده فيه دلوقتي أدوية بتتاخد عشان تعادل نسبة النوكتين في جسم الإنسان بيأخذها الإنسان وبيبطل بها التدخين روح لدكتور مخ وعصاب أو لدكتور نفسي هتجده عنده هذا الدواء لو أخذته إن شاء الله ده هيساعدك على التدخين الأمر الثاني المهم لابد أن أنت تستثمي الرمضان في أن أنت تتخلص من التدخين وخاصة أن عندك نصف اليوم بيبقى أنت فيه مش مدخن تستطيع أن أنت تعيش النصف الثاني على نفس العيش اللي أنت عيشت بالنصف الأول وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والتوفيق والتدخين ممكن نمتنع عنه ممكن نمتنع عنه ليه؟ لأنه حرام ومهلك للصحة ومضر وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اخرج من التهلكة دي وترك التدخين ده وخذ من رمضان مدد يساعدك على أنك أنت تتخلص من التدخين ربنا يوفاك وإن شاء الله يكتب لك العون والمدد والسند والمعون يا رب العالمين